وصل أردغان إلى الإمارات وكانت أيضاً في حينها علامة استفهان كلام ده كان يوم 14 فبراير 22 بعد 3-4 شهور من بدايات التحركات في شهر أغسطس 21 يوم 6 مارس 22 بعد حوالي أقل من شهر تفاجأنا وتفاجأ العالم بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أول زيارة له خارج دمشق إلى دولة عربية واكتماعه مع القادة الإماراتيين يوم 7 مارس 22 وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج كأول زيارة لزعيم إسرائيلي إلى أنقرة منذ 18 سنة وصل رئيس إسرائيل إلى أنقرة في أيضاً علامة استفهام من مين؟ من هؤلاء الذين كانوا يظنون بأن أردغان لا يتعامل مع إسرائيل وأن تركيا عدوة لإسرائيل وكنا نقول هنا بأن هناك علاقات دائمة وثرية ودافئة لم يكن يصدق أحد وصل رئيس إسرائيل إلى أنقرة والتقى الرئيس أردغان بحميمية ودفء شديدين مما ترك أيضاً علامة استفهام في حينها في مارس 22 من حوالي أربع شهور أو ثلاث شهور مدينة العقبة الأردنية استضافت لقاء قمة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والشيخ محمد بن زايل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظيمي بحضور سعودي وفق ما أعلنه الدوان الملكي الأردني اجتماع قمة رباعي في العقبة بعد سلسلة التفكيك اللي حصلت تفكيك إماراتي سعودي تركي إيراني في تفكيك لبعض وذوبان لبعض الثلوج والجليد اللي كان موجود في العلاقات تحت وطأة شمس جديدة حارقة بيكتوي بها الجميع فلم يكن أمام الجميع بدء من التعامل والتعاطي بواقعية سياسية بعيدا عن هذه التحركات التي كانت تتسم في حينها أيضا برومانسية سياسية مفرطة ترجمة نانسي قنقر